في اطار اهتمام القوات المسلحة ببناء القائد الشامل التقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالقادة الجدد حيث نقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وهنأهم بتولي المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر شرفا ومسئولية كبرى وضعها القائد الاعلى للقوات المسلحة في ايديهم من اجل ان تبقى راية مصر عالية دائما واطلع القائد العام القادة الجدد على المستجدات والمتغيرات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن القومي والموقف المصري الداعم لحفظ الامن والاستقرار في المنطقة وان مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقا لاحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في اطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة وادار الفريق اول صدق صبحي حوارا مع القادة والضباط استمع فيه لارائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور باذهانهم في مختلف المجالات واكد على ضرورة تفاهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة اليهم بكفاءة تامة حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر